بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والنصرين محبا بكم أعزائي الكرام فيديو جديد على قناتكم تربوية مال أستاذ محمد الوخاري اليوم سأقوم بعمل الحصة الرابعة مشروع تكنولوجي صنع ميزان بشريط مطاطي ضمن الوحدة الثالثة وحدة تصنيف وخاصيات المادة إذن الهدف من هذا الفيديو هو التدرب على صنع ميزان بشريط مطاطي واستعمله لإثبات أن الكتلة لا تتغير بعد تحول المادة أو الخلط إذن في هذا الفيديو سنتعرف على الطريقة الصحيحة باش نصنعوا واحد الميزان بشريط مطاطي اللي غادي نستعمله باش نأكد أن الكتلة لا تتغير بعد تحول المادة أو الخلط بعد تحول المادة أو الخلط إذن كنت لستدر المراحل أولا أحضر الوسائل ثانيا أنجز المشروع وثالثا أتقاسم وأقوم المشروع إذن أولا أحضر الوسائل إذن المتغيل يعني المتغيل اللي غادي نستعملهم باش نصنع هاد الميزان بشريط مطاطي إذن لصنع ميزان بشريط مطاطي إذن سورة رقم واحد كتوضح واحد الميزان بشريط مطاطي هكا كيكم أحضروا المعدات إذن الهدف دينا هو نصنع هاد الميزان بشريط مطاطي يعني سأحضر معدات التي ساعدني في صنع هاد الميزان المطاطي إذا الآن سأحضر المعدات plum thi 가능 الموعدات التي ساعدني فور بشريط مطاطي إذن أحضر المعدات الثاليةadi sura 2 نشوفوا السواة 2 أحضروا بهذه الدائично أحضر الوسائل إذن قننة بلاستيكية مملوئة بالرماد إذن هذه هي قننة بلاستيكية مملوئة بالرماد إذن نأward القدقات بلاستيكية وarpع ذلك ثانيا ساق كشبيا أو ساق DUصح معدني ساق خشبية أو ساق معدنية إما تكون معدنية أو خشبية ثالثا شريط مطاطي ثالثا شريط مطاطي رابعا مشبكو الورق هو هذا مشبكو الورق خامسا الجزء السفلي لقنينة بلاستيكية جزء السفلي لقنينة بلاستيكية نجلب واحد القنينة وقطعناها من تحت ساديسا خيط وسلك سابعا شريط من الورق المطوّة سابعا هذا شريط من الورق المطوّة ماذا يكون هناك؟ يكون هناك الأرقام يعني المعلمات لكي نعرف الكتلة جيدة إذن هذه هم المعدات التي سنستعمل لكي نصنع ميزان بخيط مطاطي نمر الآن إلى إنجاز المشروع أتمعنا جيدا في رسم الميزان سورة رقم 2 نتمعنا هنا يمزي ثم أتبع الخطوات التالية لإنجازه ثم أتبع هذه الخطوات لإنجاز الميزان بخيط مطاطي المرحلة الأولى أملأ قنينة بلاستيكية بالرمل لصنع حامل الميزان أول حاجة هو نجيب واحد القرعة خاوية وقد نعمرها بالرمل ثانيا أثبث ساقا أفقيا على القنينة بعد ذلك نثبث واحد الساق أفقي الذي قلنا له إما سيكون خشبي أو معدني ثالثا أعلق شريطا مطاطيا على الساق في مرحلة الثالثا سأض 주고 شريط الشريط المطاطي وداف bagdo انساق له وهذا الساق الذي قلنا dess apareت إما خشبية أو معدنية ثالثا على الطرف الآخر للشريط المطاطي أثبث مشبك الورق الطرف الآخر لutz الشريط المطاطي سوف ندخل مشبك في الورق الطرف هذه concert كل التحصل على بالحطان السعقة الأو الميد đầu ليلان الثاني سوف ندخل بمشبك في الورق خامسا إحضر الجزء السفلية لاب promotions بلاستيكية لصنع كفة الميزة بعد ذلك نأخذ القرعة نقطع هذه القاعدة ماذا سنصنع به؟ سنصنع به الكفة يعني الكفة هي التي سنضع فيها هذا الشيء الذي يريد أن نزنه سادسا ألف حول هذا الجزء سلكا لصنع إبرة الميزة وأعلقه على المشباك بواسطة خيطين هذا اللاحب هنا يدوروا على إبرة السلك لكي يشكلوا إبرة التي ستساعدني في معرفة الكتلة هي التي ستساعدني لكي نعرف الكتلة لهم سابعا ألسق شريطا من الورق المقوى على القنينة وأعلم عليه موضع الإبرة نقطة سفر الميزة ماذا سنفعل؟ سألسق الورق المقوى هو هذا على القنينة سألسق على هذه القنينة سألسق على هذه القنينة وأعلم عليه موضع الإبرة سألسق عليه موضع الإبرة يعني مصافر واحد إلى غير ذلك وبهذا سنكون نجز هذا الميزان بخيطين مطاطين ثم نمر إلى أتقاسم وأقوم مشروع أعرض من توجي على زملائي وأشرح لهم طريقة أو كيفية اشتغاله أتأكد من حسن اشتغال الميزان وذلك في تتبع موضع الإبرة عندما أضع شيئا في كفته السورة رقم واحد ورجوعها إلى موضعها العصلي بعد إزالة الشيء يعني كنت أتأكد من أن الميزان خدم جيد ومن أنني لو وضعت فيه أو في الكفة دياله شي حاجة كي حسب لي الكتلة بشكل دقيق كذلك مني كنزول دك الشيء اللي حسبت له الكتلة دياله كترجع الإبرة إلى السفر ذلك هذاك مؤشر باش نقول هاد الميزان راه مصنوع مزيان نقطة الثالثة أتأكد من عدم تغير الكتلة خلاله وبعد الإنصهار أضع قطعة جليد في كفة الميزان ثم أسجل موضع الإبرة أتتبع وتغير موضع الإبرة أثناء وبعد الإنصهار والسنتج إذن إحنا قلنا الهدف من صنع ميزان بشاركة المطاطي هو استعماله لإثبات أن الكتلة لا تتغير بعد تحول المادة أو الخلط مفهم؟ إذن هنا أضع قطعة الجليد في كفة الميزان ثم أسجل موضع الإبرة أتتبع وتغير موضع الإبرة أثناء وبعد الإنصهار إذن ومن بعد أو ثاني ما ينصهر أنا أتتبع ذلك الموضع الإبرة وش كيتغير؟ أولى من فوق وأستنتج إذن استنتج لي سيكون عندي هو أن الكتلة لا تتغير بعد تحول المادة أو الخلط إذن في هذه الحالة تحولت لي المادة من مادة صلبة إلى مادة سائلة وما تغيرتش الموضع الإبرة سيبقى هو وهو إذا أتغير سيكون المشكلة عندك في الميزان لا سيكون منجوز بسكن صحيح ثم أنتظر الوقت الكافي لإنصهار قطعات الجليد كليان ثم أستنتج نقطة الموالية لأتأكد من عدم تغير الكتلة خلالها وبعد الدوابان أضع كمية من الماء مع قطعة السكر في كفة الميزان ثم أسجل موضع الإبرة أستبع تغير موضع الإبرة أثناء وبعد الدوابان وأستنتج أنتظروا الوقت الكافي لدوابان قطعة السكر كليان نفس الشيء إذا النقطة الأخيرة هذه التجربة هذي قد ندلها باش نعرفوا إذا خلطنا مكونات مختلفة واش هتتغيرنا الكتلة إذا هنا يا وخان خلطوا داك القطعة دي السكر مع الماء ما غتتغيرناش الكتلة غتبقى هي هي إذا هذا هو السنتاج هاتش اللي كاين حاولوا تطبقوا هاد المراحل باش تصنعوا واحد الميزان بشارة المطاطين اللي غادي ساعدكم في إثبات أن الكتلة لا تتغير بعد تحول المادة والخلط ألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة